كوفيد-19 بقى هو التطور والتحور للصارس بتاع 2014 ده أصاب العلماء بالأخبطة يعني نقدر نقول إن كوفيد-19 عبارة عن كورونا وصارس عبارة عن فيروس تحور هل هو صارس وكورونا مع بعض؟ لا هو فيروس تحور الفيروسات يا جماعة والجرسين أمم أمثالكم زينا الفيروس ده عايز يعيش وعايز يتكاثر عشان يعيش ويتكاثر عايز يخش جوه عائل اسمه العائل الوسيط اللي هو البنيا دمين اللي هو عائل إنسان يعني هو بيخشي لمليون بيتكاثر جوه جسمي عشان يبقى مش البناء ذنب يتجوز علشان يخلف عيال علشان العيال دول يأخذ منه خلينا نتعاطف مع الفيروسات لا ناخد منهم العبرة الإيجابية تمام برضو فيها عبرات لكن حقيقة الأمر إنه بيخشي جسمنا لأن إحنا العائل الوسيط بالنسبة له بيتكاثر جوهنا بيخشي لمليون بيبقى في خلال ساعات مئة مليون والمئة مليون دول بيطلع منهم ملايين أخرى وهكذا فهو بيتحور ما هو ممكن واحد يقولك إيه؟ هو بيتحور لغلاسة يعني؟ لا هو مش غلاسة أولا حاجة هو تحور سلوكه تغير نعم وتغير سلوك الكوفيد هو اللي أصاب العالم بالزهول نعم يعني هو المفروض أنه بيصيب الجهاز تنفسي العلو فجأة لأيناه بيعمل الاتهابات رئوية فالجهاز تنفسي السوفلي وبيضمر حويسلات الرئة وبيقلل جدا نسب الأكسوجين وفجأة اكتشفوا أنه بيعمل جلطات في الرئة وبعد شوية اكتشفوا أنه هو بيلعب في الجهاز المناعي جهاز الهضمي بعد الجهاز المناعي بدأ يلعب في الجهاز الهضمي عشان كده تلاحظي دورات كتيرة جدا من العلاجات شوية يلعبوا في الدواء اللي بيستخدم في علاج الروماتويد شوية يدخلوا الكورتزونات مالاريا دول المناعي دول المناعي دول أصلا بيلعب في المناعة وبعدين دخلوا مسيلات الدم وهكذا فيروس الكوفيد-19 فيروس متحور متغير وسلوكياته تغيرت ويبدو أن سلوكياته دي برضو ما هيش واحدة يعني احنا لو بصينا كده على الخريطة بتاعت العالم إصابات الكوفيد-19 في العالم يمكن يمكن إحنا الحمد لله في أفريقيا أقلها شوية يبدو أن السلالة أضعف يبدو درجات الحرارة يبدو أن في منعة طبيعية يبدو أن التطعيم بتاعنا ضد السل عمل ناقصة بس الكلام ده مش عايزانا أن إحنا نقول يعني إيه الساواحد النهاردة صبح بقول إيه هو كورونا راجع قلت له على فكرة كورونا مامشيش عشان يرجع إحنا يوميا يوميا وإذا تصحب تعلن عن عدد ناس أصيبت هو فيروس موجود أي فيروس بيخش الجسم تمام الجهاز المناعي بتاع جسمك بيهجمه بعض الفيروسات بنت حلال بتسيب لنا مناعة طويلة الأجل زي مثلا فيروس الحصبة بيجي لك حصبة ومتصغيرة بتاخد مناعة منه طول العمر الجدير المائي الجدير المائي نفس الكلام مثلا فيروسات الإنفلوانزا لا تصيبك بمناعة كافية بدليل أن أنت بتصاب بالإنفلوانزا مرة واثنين وثلاثة في الموسم الواحد الكورونا أو الكوفيد-19 شبه الإنفلوانزا فهو فيروس برضو مش هناخد منه المناعة التامة الكلية قد تكون هناك مناعة جزئية الكلام ده عشان الناس اللي بقولك طب ما أنا اتعادت بالكورونا يمكن جالي أعراض كورونا طب خلاص هنزل بقى لا طب لا لأن المناعة جزئية نعم